عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعاً لمتابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود التوسع في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي السعيا لتحقيق المستهدفات من زيادة حجم الرقعة الزراعية وتأمين احتياجاتنا من مختلف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية هذا وتناول الاجتماع الجهود المبدولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لدراسة وتصنيف التربة على مستوى مناطق الجمهورية وما يتعلق باحتياجاتها المائية والتركيب المحصولي الملائم اشتركوا في القناة